استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بيتر لارسن مالكة ورئيس مجلس إدارة شركة لارسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بالتعاون مع شركة لارسن بشأن تطوير الصناعات البحرية في مصر كما استقبل الرئيس السيسي عددا من قادة القوات البحرية ووجه خلال اللقاء بمواصلات الدراسات والعمل على تطوير مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد بيتر لارسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لارسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية واللواء بحري محمد شلبي والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية كما حضر من جانب الشركة الألمانية السيد جوش أليكسندر نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد ماجد منصور وكيل الشركة في مصر وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالتعاون مع شركة لارسن بشأن تطوير الصناعات البحرية في مصر وكذلك ما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية الفنية لرفع القدرات في هذا المجال وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على عرض لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة وذلك ارتباطا بأهمية الموقع الجغرافي لمصر وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية وعلى نحو يعظم من تلك المميزات التفضيلية للدولة